مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب المسيح قام بالحقيقة قام هذا هو إيماننا المسيحي وهذا هو صخرة رجاؤنا الصخرة التي بني عليها رجاؤنا كمؤمنين أن المسيح قد قام منتصرا من بين الأموات وكذا موضوع حلقة النهاردة هو موضوع مهم كده قيامة المسيح بين الشك والإيمان نعم كثيرون يشكون في قيامة المسيح لكن أيضا كثيرون يؤمنون بأن المسيح قد قام منتصرا من بين الأموات قيامة المسيح في الإيمان المسيحي هي حقيقة تاريخية فالإيمان المسيحي بيبنى على قيامة المسيح فالصليب لم يكن هو نهاية الأمر تخيلوا لو الصليب وموت المسيح هو نهاية الأمر كنا نبقى فعلا أشقى جميع الناس ولم يكن الحجر الذي وضع عليه القبر خاتمة القصة لكن القصة انتهت بالقيامة من بين الأموات والنصرة على الموت دي النهاية عشان كده نقدر نقول مع بولس الرسول أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ بدون القيامة لا إنجيل لأنه إيه الخبر الصار في أن المسيح بس مات كويس هو مات من أجل خطيانا لكن عمل الفداء يكتمل بقيمته من بين الأموات ولا يوجد خبر صار بدون القيامة يكون التجسد والموت والفداء والإنجيل وتأسيس الكنيسة والكرازة وحتى المجيء الثاني مجرد أفكار جميلة بل أوهام دون قيمة أو فعالية حققية لكن المسيح قد قام وهو حي حي إلى أبد الأبدين ولأنه حي يعطينا حياة الرسول بولس بيلخص لنا الإنجيل بيولينا أن إنجيل المسيح مكون من أربع حقائق أربعة حقائق لكن قبل ما يقولينا أن الإنجيل كلمنا أيضا عن القيامة كويس قيامة فبدون القيامة الحقائق الأربعة أن المسيح مات ودفن المسيح قام وزهر عشان كده بيرجع ويقول إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم ونوجد نحن أيضا شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعد في خطياكم إذ الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكم يعني إيماننا المسيحي زي ما هو مؤسس على موت المسيح مؤسس أيضا على قيامة المسيح من بين الأموات قيامة المسيح من بين الأموات الحقيقة المهمة والأساسية في كرازة الرسل كانت قيامة المسيح من بين الأموات أي رجاء لنا في شخص مات وانتهت حياته لكن رجاءنا كله في يسوع المسيح الذي مات من أجل خطيانا لكنه قام منتصرا من بين الأموات قيامة المسيح بالنسبة للإنسان المعاصر ولما تكلم عن الإنسان المعاصر تكلم شوية عن المتشككين والليبراليين الذين يرفضون كل ما هو فوق طبيعي كل معجزة فوق طبيعية العقل المتشكك بيرفضها فعش كده في قيامة المسيح ارتباطهم أو قيامة المسيح في الفكر الليبرالي اللي المتشككين ينظرون إلى قيامة المسيح من وجهة نظر أنها شيء فوق طبيعي فشيء لا نقبله عش كده ينظر المتشككون من أصحاب الفلسفة الطبيعية وكذلك اللاهوتيون المعاصريون الليبراليون إلى قيامة المسيح حل أنها وهم أو خيال من صنع التلاميذ رفض الإنسان الطبيعي كل ما هو فوق طبيعي ولأنه رفض كل ما هو فوق طبيعي رفض المعجزات ولأنه رفض المعجزات رفض معجزة المعجزات وهي قيامة المسيح من بين الأموات قال لك أنه إحنا نقبل فقط ما يتماشى مع عقلنا ما ندركه بعقلنا كل ما يسمو فوق عقلنا كل ما يعتبر صعب إدراكه نحن نرفضه وكأن الله مش موجود لأنه إذا كان الله موجود فالله وحده يصنع الفوق الطبيعي يصنع الأمور المعجزية التي يعجز عنها الإنسان لكن الإنسان الطبيعي يريد أن يخرج الله من الصورة وأن يجعل الصورة مجرد بس هي أعمال بشر ولأنها أعمال بشر فأي معجزة فيها لا تتماشى مع البشر فهذه لم تحدث كويس الإنسان المعاصر اخترع نظريات أو المتشكك اخترع نظريات يفسر بها حديث الكتال المؤدس عن قيامة المسيح وإيمان التلاميذ بقيامة المسيح وإيمان الكنيسة بقيامة المسيح اخترع نظريات أنا دايما نقول الواحد محتاج إيمان أكتر إنه يصدقها عن إنه يصدق إن المسيح قد قام داي فيك عنوان بالإنجليش الكتاب بيقول I don't have enough faith to be an atheist يعني عشان أبقى atheist أو أملحد محتاج إن أنا أؤمن بنظريات أخرى بأفكار أخرى ما عنديش هذا النوع من الإيمان إنه حتى أؤمن بي الإيمان بالله أسهل وأعقل للعقل إيه بقى النظريات اللي اخترعها اخترع الإنسان نظريات كثيرة جدا واحد لما بيقرأ في كتب اللهوت وبيقرأ ليه كتاب متشككين وللهوتيين متشككين بجد أوقات الواحد يعني يعني بيصعبوا عليها وفي نفس الوقت بتحك يعني مثلا من ضمن النظريات قالك إيه المسيح لم يمت لم يمت أما لإيه اللي حصل أغم عليه أغم عليه حصل له نوع من الإغماء فلما نزلوه من الصليب ما كانش مات لما نزلوه من على الصليب ما كانش مات هو نتيجة إنه سفك دم كتير وأرهق وعملية الصلب والجلد كانت بالنسبة له مرهقة جدا فلإنه نزف كتير دم حصل نوع من الإغماء لكن هما ما كانوش يعرفوا إنه هو مغم عليه هما ظنوا إنه هو ميت بحطوه في القبر فلما تحط في القبر نتيجة إنه القبر بقى يعني رطب وهو ارتاح شوية في القبر ففاء من الإغماء بتاعه ولما فاء من الإغماء بتاعه بعد اللي حصله ده كله قام وحرك الحجر وخرج من القبر وبعدين قعد كم سنة مع تلميزه وراح الهند وعاش في الهند طيب حضراتكم بتتحكوا طبعا أنا عارف مثل هذه النظريات بجد بتخلي الواحد يتحك لإنه المصلوبين لازم قبل ما ينزلوهم كانوا يتأكدوا إنهم ماتوا وعلشان يتأكدوا من إنهم ماتوا كانوا بيروحوا عندهم ويكسروا أرجل المصلوبين على الصليب فكسروا رجل الأول ولما جم عند المسيح وجدوا إنه فعلا قد مات فلم يكسروا رجله وعشان الرومان يتأكدوا كمان واحد من الجنود الرومان طعن المسيح بالحربة في جنبه عشان يتأكد أكتر إنه فعلا قبل ما ينزل إنه يكون قد مات وبعدين يعني الناس بتعرف اللي مات مش من اللي ما ماتش مش بس إنه يعني بيغمض عينه وبيروح في اللواعي طريقة النفس القلب حركته كل الحاجات دي الحاجات دي مش حديثة الحاجات دي معروفة عند الناس من القدم فتأكدوا إنه مات قبل ما يحطوه في القبر لكن لإنه بيرفض القيامة مش عايزوا من أن المسيح قد قام منتصرا من بين الأموات فبيعمل إيه فبيخترع اختراعات من عنده نظرية تانية نظرية إن التلاميذ سرقوا جسد المسيح سمعتوا عنها أكيد قال لك التلاميذ أصلهم يعني ما ينفعش إنه معلمهم يموت بالشكل ده فعملوا إيه راحوا سرقوا الجسد بجد يعني دي حكوا على اليهود ودي حكوا على العساكر الرومان ما عرفش إزاي إزاي التلاميذ وصلوا للقبر وكان هناك عسكر والحجر موضوع عليه الختم الروماني يعني يعني أنت من يعتدي عليه يعتدي على السلطة الرومانية كويس لكن التلاميذ كانوا جبابرة مع أنهم يعني في الكتاب كلهم معظمهم هرب لكن هو مش عايز يقبل القيامة فعايز يفسر ليه الكنيسة الأولى أمنت بقيامة المسيح وليه التلاميذ حياته متغيرت وكانوا ينادوا بأن المسيح قد قمن بأنه هنوما سرقوا وبعدين هل في ناس تبقى سرقة وتموت من أجل الكذبة اللي بتكتبها يعني التلاميذ المسيح كلهم ماتوا في معادة يمكن يوحنى اتنفى لكن كلهم ماتوا بسبب المنادات بأن المسيح قد صلبها وقام لكن هذه هي العقلية التي نتعامل معها نظرية يوسف الروم والقبر قال لك كيبا ودي نظرية فعلا مضحكة شوية قال لك يوسف الرومي لأنه كان مؤمن بالمسيح فأعطى قبره اللي قاعد سنين طويلة يوعده علشان يبقى المدفن لي والأسرة فحطوا فيه جسد المسيح لما روح البيت مراته بتقوله إيه اللي حصل فقال لها حصل كذا 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 فقالت له إزاي تعمل دو انت مش عارف إنه القبر ده بتاع العيلة إزاي تحط فيه واحد محكوم عليه بالصلب يعني يعتبر مجرم فامراته نكدت عليه ولما امراته نكدت عليه قرر إنه يخرج بالليل ويروح القبر بتاعه ياخد جسد المسيح ويحطه في مكان تاني ما حدش يعرف عنه حاجة فلما جوم المريمات الصبح ما لقيوش جسد المسيح فقالوا إيه؟ قالوا المسيح قد قام الدين يا عقلك بقى ما هو يعني لازم يكون فيه حد عائل يعني ما ينفعش إنه الكل يبقى مجنون بالشكل ده إزاي تفصر النظرية دي بشكل ده يعني جبتها منين هذا هو الخيال المريد الإنسان البعيد عن الله الإنسان الرافد لله الإنسان الرافد لتدخل الله وصنع التاريخ بفكر بأس الطريقة مع إنه الإيمان بقيامة المسيح أسهل من الإيمان بأن يوسف الرامي عمل الحكاية دي كلها بس هنعمل إيه؟ زي عند الإخوة المسلمين نظرية الشبيه لحد الوقت لحد مش عارفي هم عندهم أسئلة مش عارفين يجاوبوا عليها حتى تحديد الشبيه مش عارفينه طب مين اللي شافه برضو مش عارفينه طب مين اللي شاف إنه الشبه ده بيتنقل من هنا لهنا برضو مش عارفينه طب إيه اللي حصل برضو مش عارفينه هو المهم إنه حصل وإنه المسيح ما ماتش بس لكن ما تسألش عن أي تفاصيل نظرية الخطأ خطأ المريمات في الزهاب للقبر قالك المريمات لأنهم كانوا يعينه بيعياته ومساكين وحزانة جدا على المسيح وصحي الصبح بدري وراحين الأبر فبدل ما يروح الأبر الصح راح الأبر غلط يعني أبر محطوط عليه حجر وعساك الرومان كويس ومعروف أبر يوسف الرامي ومعروف إنه محطوط في جاردن كويس كل الحاجات دي لا هو المريمات يعيني غلطه وبالتالي لما التلاميذ كمان مشوا ورا المريمات يعني بطرسوا وحنة لما جريوا وراحوا يشوفوا الأبر ويحنة شاف بس الأكفان لا أصدقا كان أبر غلط فصدق التلاميذ إنه المسيح قد قام أو نظرية الهلواسة أعتقد اللي اخترع نظرية الهلواسة ده كان تحت تأثير المخدر يا إما بيتعاطى هيروين يا إما بيتعاطى ترامدول أي نوع من المخدرات لأنه ما فيش حد عائل أبدا يفكر في النظرية دي بالشكل ده قالك إيه قالك التلاميذ حصلنهم نوع من الهلواسة كويس زي ما أنت الجعان بيحلم بالغيف العيش هما لأنهم المسيح اتاخد منهم كويس وكان معلمهم المحبوب فلما مات المسيح التلاميذ حصل لهم نوع من الهلواسة العقلية كويس الهلواسة العقلية خلتهم ينادوا في اليهودية بأن المسيح قد قام من بين الأموات وخليتهم يموتوا من أجل إيمانهم بأن المسيح قد قام من بين الأموات يعني أنا عمري ما شفت هلواسة بتحصل لجروب من الناس يعني دايما هلواسة بتحصل لواحد من كتر الصد ما ممكن يحصل له نوع من هلواسة لكن انت بتكلم على كام واحد تكلم على الأقل على الأقل سبعين في البداية تلاميذ يعني وبعدين الأدلة التلخيق لا موجودة لكن لأنه رافض أنه يؤمن بأن المسيح قد قام فبيفكر في طريقة أخرى بيها يطعن في الإيمان المسيحي طيب إيه بقى السبب الرئيسي وراء رفض المتشككين والليبراليين قبول حقيقة قيامة المسيح هناك سبب حقيقي ما فيه السبب يعني لما فيه السبب يبقى الناس دي مجنونة لكن هناك سبب حقيقي السبب الحقيقي أنه هؤلاء ينظرون للمسيح على أنه معلم رجل كويس رجل صالح مصلح اجتماعي أكترها نبي أكترها نبي يعني إذا لو وصلوا إلى مستوى أن يعلم المسيح فهم يرفضون حقيقة قبول أن يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد والكلمة المتجسد رفضهم للهوت المسيح يجعلهم يفكرون في المسيح على أنه مجرد إنسان مات واندفن وتوارى في التراب بس لكن أنه يقوم منتصرا من بين الأموات دي أبعد ما يكون لأن القيامة حسب الفكر الكتابي هي أكبر برهان على لهوت المسيح بوليس رسول بقول كده وتعين ابن الله بقوة بروح القيامة يعني أظهر تبرهان قيامته من الأموات أثبتت إنه صادق في كل أمر وفي كل تعليم وفي كل إعلان أعلانه عن نفسه يدخلوا للمسيح ما قامش من الأموات كنا نقرأ مثلاً أنا هو القيامة والحياة من آمن بيه ولو مات فسيحي نقول إيه ده؟ لما أنت أساساً ما قمتش من بين الأموات يبقى كلام ده من صادق كلام ده من صادق لو كنا نقرأ مثلاً يوحنا خمسة ويقول إنه إنه ستأتي ساعة فيها يسمع جميع لدينا في القبور صوت ابن الإنسان فالأموات يقومون لما أنت أساساً ما قمتش فكيف للأموات يقومون عندما يسمعون صوتك إذا كان اللي الموت سلطان عليك فكيف لا يكون له سلطان علينا أحنا؟ تبقى كل إعلانات المسيح عن نفسه هأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الضهر يبقى كذب إنه قبل أن يكون إبراهيم أنا كان تبقى كذب كل الإعلانات اللي قالها المسيح عن نفسه تبقى كذب لو لم يقم المسيح من بين الأموات عشان كده قيامة المسيح هي أعظم برهان على طبيعة المسيح ولهوته وده اللي أكدوا كده المعدس مرات ومرات وده اللي جعل التلاميذ في كل عزاتهم عن المسيح أنه يؤكدوا على حقيقة قيامة المسيح من بين الأموات طيب نيجي إلى سؤال مهم هل قيامة حدث تاريخي؟ زي النهاردة مثلا فيه نقاشات كثيرة عن موسى عن الخروج هل موسى والخروج شخص تاريخي وحدث تاريخي؟ ولا لا والأسبوع اللي جاي اللي هو واحد وعشرين والأسبوع اللي بعده اللي هو ثمانية وعشرين هيبقى فيه حلقتين كويس عن تاريخية موسى وتاريخية الخروج شجع حضراتكم تتابعوا الحلقتين دول الأسبوع اللي جاي لأنهم مهمين جداً لكن هل فعلاً قيامة المسيح حدث روحي ولا حدث تاريخي؟ يعني اللاهوتيين الليبرالز بيحبوا يقولوا عن عيد القيامة إنه مش حدث إنه مجرد easter faith يعني الإيمان بالقيامة لكنه ليس easter event وليس حدث القيامة حدث القيامة نفسه يبعدوا عن فكرة إنه حدث يبعدوا عن فكرة إنه تاريخي يقولك لا إحنا لا نؤمن به تاريخياً ده مجرد هلوسى ده أوهام ده التلميذ سرق الجسد كل النظريات اللي إحنا تكلمنا عن هذه لكن هل فعلاً قيامة المسيح؟ هذا السريحي ولا قيامة المسيح زي ما بيدع البعض أيضاً نختاري على الإيمان المسيحي أن قيامة المسيح جاءت متأخرة في الإيمان المسيحي نتيجة انتشار المسيحية في العالم الوثني وإيمانهم بالأبطال الألهة اللي بتنزل من السماء وبتطلع من السماء فالكنيسة تأثرت بالإيمان الوثني وآمنت بحاجتين آمنت بالتجسد الإلهي وآمنت بقيامة المسيح تاريخية قيامة المسيح نحن نؤمن أن المسيح قام بالجسد المسيح لم يقم روحياً المسيح قام بالجسد نحن نؤمن بقيامة المسيح التاريخية وحقيقة قيامة المسيح التاريخية تبنى على حقيقتان على أمرا مهمين جدا في الإيمان المسيحي وهما القبر الفارغ وظهرات المسيح هتقول لي إزاي دول حقائق تاريخية أقول دول حقائق تاريخية تعالى حقائق تاريخية حاجات كانت ملموسة كانت ملموسة سواء القبر الفارغ موجود وسواء ظهرات المسيح ورؤية لكثيرين من الناس لقاءات أنا خلينا أقول لي لقاءات المسيح مع التلاميذ والآخرين هو التقى معه ما جالهمش بالليل في الحلم ولا جالهم في رؤية لا 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 ده التقى معهم التقى معهم في قوضة التقى معهم على البحر التقى معهم في الطريق التقى معهم عند القبر التقى معهم في كتاب مهم جدا كتبه انتي انتي رايت وهو عالم انجليزي معروف في الدراسات العهد الجديد يعني اي واحد بيدرس العهد الجديد يعرف انتي رايت كويس يعني انتي رايت قال العبارة مهم جدا قال الأمران اللذان يجب اعتبرهما اعتبرات مضمونة تاريخية عندما نتحدث عن عيد القيامة الأول the first easter sunday عيد القيامة الأول فيه اعتبرين تاريخيين مهمين جدا هما القبر الفارع ولقاء يسوع واللقاء مع يسوع القائم من بين الأموات يعني دول دول الحقيقتين التاريخيتين انه هناك قبر فارع وانه المسيح التقى مع كثيرين من الناس يمكن عدوا اكتر من خمسمائة أخ فالحقيقتين دول يعتبروا يعني أساس بنبني عليه تاريخية قيامة المسيح فهي ليست مجرد أوهام وليست مجرد تخيلات وليست مجرد اقتباسات من ديانات أخرى حقيقة قيامة المسيح طيب الأمرين دول الأبر الفارغ وزهورات المسيح ولقاءاته مع التلاميذ وغيرهم بيجوا مع بعض لما يجوا مع بعض بنسميهم سوفيشن كونديشن يعني يعني الحالة الكافية اللي تخليك تؤمن أن المسيح قد قام من بين الأموات أو شروط الوفية الكافية اللي تجعلك تؤمن أن المسيح حقا قد قام من الأموات يعني خلينا نشرحها أكتر لو عندنا بس الأبر الفارغ والمسيح لم يظهر من بين الأموات لم يظهر للتلاميذ يبقى عندنا أسئلة كتيرة ومش ممكن أبداً الأبر الفارغ يحول للتلاميذ للإيمان أن المسيح قد قام من بين الأموات ممكن يبقى عندهم أسئلة كتيرة الجسد تسرق اليهود عملوا خدعة الرومان عملوا كذا عندهم تساؤلات لكن الجسد عدم وجوده عدم وجوده في الأبر الوحد ليس كافياً ليس كافياً لإيمان التلاميذ ومنادتهم بأن المسيح قد قام من بين الأموات لو الأبر الوحد الفارغ طيب ماذا عن لقاءات يسوع وزهراته لوحدها لقاءات يسوع وزهراته لوحدها أيضاً ليست كافية أنها تقنع الكنيسة الأولى المؤمنين بأن المسيح قد قام من بين الأموات لأنه ممكن يفسروا على أنها فعلاً أوهام تخيلات أي حاجة أخرى لكن القيامة من بين الأموات يعني لو الأبر فيه جسد المسيح وظهر المسيح يبقى ده مش قيامة ده مش قيامة لكن الأساس التاريخي مبني على اتنين مع بعض في وقت واحد أنه الأبر فارغ والحجر مضحرج وأن المسيح بيلتقي مع تلاميذه مرات ومرات ومرات اللي اتنين دول حدسين دول بنسميهم سوفيشن كونديشن أنه توفت الشروط الكاملة للإيمان بأن المسيح حقاً قد قام من بين الأموات وده وده الأساس التاريخي اللي بتبنى عليه قيامة المسيح واللي بيحول الإيمان المسيحي أنه أجعله كالصخر مبني على صخر كويس؟ دي نقطة مهمة جداً طيب أجل الأبر الفارغ إيه حقيقة الأبر الفارغ؟ يمكن كتير بيكلموا عن الأبر الفارغ وأنا كلمت مرات برضو عن القبر الفارغ لكن زي ما قلت القبر الفارغ لوحده ليس كافياً زي ما ظهرات المسيح لوحدها ليست كافية لكن الاتنين لما يجوا مع بعض الاتنين لما يجوا مع بعض يبقى المسيح قد قام حقاً من بين الأموات بيس؟ الأبر الفارغ لو الأبر دون مش فارغ وما زال فيه جسد المسيح هل كان التلاميذ أو هل يستطيع التلاميذ أن ينادوا بقيامة المسيح في نفس المدينة التي صلب فيها المسيح ودفن أي مدينة أرشالين مش ممكن مش ممكن لو الأبر مش فارغ ما كانوش أبداً ينادوا بقيامة المسيح لكن لأن القبر حقيقةً فارغ والتلاميذ تأكدوا أن القبر فارغ وأن المسيح قد قام من بين الأموات نادوا في نفس المدينة ولنفس الناس اللي صلبوا المسيح نفس المدينة نفس الشعب نفس رؤساء الكهنة نفس الكتبة نفس الفرسين اللي كانوا موجودين نادوا تلاميذ المسيح في نفس المدينة في مدينة أرشالين اللي صلب فيها المسيح ودفن نادوا بقيامة المسيح في حضور كل من اشترك في موت ودفن يسوع المسيح يعني رؤساء الكتب اللي قرروا اللي حكموا على المسيح القادة الرومان اللي نفذوا حكم الصلب في المسيح كل هؤلاء موجودين لما تيجي انت لهؤلاء الذين بسبب قراراتهم مات المسيح واللي حكموا على المسيح بالموت وأسلموه للموت لما تيجي وسطهم وتقول المسيح قام يقول لك ايه يا عم روح ده الأبر هو موجود والجسد موجود ده لو لم يكن المسيح قد قام لكن الأبر الفارغ كان نقطة انطلاق لإعلان تلميذ المسيح لنفس الناس اللي تسببت واللي حكمت على المسيح بالموت أن يقولوا لهم أن المسيح قد قام قدر حد فيهم يقول لهم انتوا كذبين قدر حد فيهم يقول لهم انتوا بتخرفوا قدر حد فيهم يقول لهم احنا الأبر عندنا نروح نجيب جسد ونيجي محدش ليه لأن القيامة كانت حقيقة قيامة كانت حقيقة الأبر الفارغ مبني على مصداقية دفن يسوع المسيح فيسوع دفن في قبر معروف يوسف الرامي لم يكن شخصا عاديا يوسف الرامي كان عضو في مجمع السنهدرين الهيئة القضائية الدينية العليا في أرشالين زي ما تقول كده واحد عضو في مجلس الشيوخ الهيئة القضائية الدينية العليا في ذلك الوقت فمعروف يوسف الرامي معروف وين قبره اللي حفره واللي قعده معروف فين البستان بتاعه معروف شخصه لكن لأن المسيح قد قام من بين الأموات لم يجرؤ أحد أن يكذب التلاميذ طيب أخد مدخلة وأرجع أحكي مع حضركم آلو آلو أسلاما دكتور عزمي أهلا وسهلا بيك الزيتوني منين من تونس آل أخ زيتوني كيفك إزايك يا أخ عزمي وينك انت أخ زيتوني بقالنا مثلا زمان صدقني أطلب أطلب لا تلقى المكان دكتور عزمي إزاي؟ لا إحنا على طول بناخد المكالمات معنا هنا الآن انت نصلت بالويب ساب باش دخلت آه أهلا وسهلا بيك أتمنى أنك تكون بخير دكتور عزمي أنت الصحة كويس نشكر ربنا الحمد لله وانت كمان بصحة وخير الحمد لله الحمد لله نشكر الله بالله دكتور عزمي بالله ولو بعض الأسئلة عندما قام المسيح أنت تتكلم عن المسيح قد قام هل عندما مات المسيح مات ناسوتيا أوكي بالله أريد الإجابة هل مات ناسوتك نحن نعلم أن الله لا يموت ده صح هل الناسوت هو الذي مات وكمل فكرة دكتور عزمي كمل طيب كمل فكرتك وأنا هاخد وقت أرد عليك قولي اللي أنت عايزه مرة واحدة لا أنا أريد إجابة هل الناسوت الذي مات أوكي الموت الجسدي هو انفصال الروح البشرية عن الجسد البشري ده الموت الجسدي نعم كويس نعم نعم فده اللي حصل في يدك استودع روحي استودع روحي البشرية لكن اللهوت لا يموت ظل 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 ولكن الناسوت هو الذي مات أيوة فالناسوت النسوت ينطبق عليه قانون الأرض ما معنى هذا الكلام دكتور عزمي إذا النسوت مات فالناسوت الذي مات لا يكون محتاجا إلى الأكل والشرب والله لا يأكل ولا يشرب فالله الذي فالله الذي التعلمه المسيحية هو اللهوت الذي لم يموت ولكن الذي مات وهذا السؤال أنت قلت لي الآن أن النسوت مات فالنسوت هو الذي يعتاش إلى الأكل وشرب بالله أنا أمامي الكتاب المقدس الآن في لوق الإصحاح لوق في الإصحاح الرابعة والعشرون والآية في الأربعون يقول وحين قال هذا أراهم يديه ورديه يديه ورديه سأواصل وبينما هم هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم ماذا قال عندكم ها هنا تعامل بالله إذا كان النسوت قد مات والنسوت إذا كان مات لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ونحن قلنا وإحنا اتفقنا الآن أن النسوت هو الذي مات واللهوت الذي لم يمت يقول فناولوه جزءا من سمك مشوي وجاي من شهد عسل فأخذ وأكل قدامهم أولا الدكتور عزمي ثم واصل لدي شيء آخر يقول هذا أول وريد أنت تجيبني أنت الآن قلت أن النسوت الذي مات وإذا كان النسوت قد مات النسوت لا يأكل ولا يشرب واللهوت لا يأكل ولا يشرب لماذا لنا بعد ما قام أكل وشرب وهناك لحم مشوين أو سمك مشوين أو كذلك ولكن في نص آخر دكتور وفي مرقص والإصحاح هذا سؤال الأول وهذا السؤال في المرقص الإصحاح السادس عشر والآية والآية آآية السبتاش ماذا تقول وأنا أعلم بأن الدكتور عزمي هو مؤمن بيسوع إيمانا ألف المئة دخل ماذا يقول هذا وأنا أريد أن تفعل هذا الشيء دكتور عزمي مدامك أنت مؤمن بيسوع المسيح أنا أؤمن بيسوع المسيح وأنا قلت لك أؤمن كنبي كما جاء في الإسلام يقول من آمن واعتمد خالص الدكتور عزمي هو آمن واعتمد وخالص يقول ومن لم يؤمن يدن بي ولكن الدكتور عزمي آمن واعتمد وخالص وهذه الآيات هذه الآيات ما هذه الآيات الذي اعتمد وآمن تتبع المؤمنين يخرجون شياطين بإسم ويتكلمون بألسنة جديدة كما يتكلمون دكتور عزمي والأخ وحيد والأخ رشيد وأنا أحترم الناس كلهم بألسنة جديدة يحملون حيات يحملون حيات وإن شاربوا شيئا مميثا وأنا لا أريد لك هذا دكتور عزمي لأنك غالي علي وإن شاربوا شيئا مميثا لا يضرهم يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون وأنا أريد بتحدي دكتور عزمي الذي يؤمن إيمانا صادقة بأن المسيح قد مات وصورك ودف وهذا إيمانا قاطعا أن يذهب إلى المستشويات أي ويضع تضع أيديك على المرضى فيبرؤون دكتور عزمي وآسف على التطوير دكتور عزمي لا 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 طيب أنا أرد على سؤالك أولا سعيد برجوعك مرة تانية شكرا بعد غياب طويل لكن سببني وأنا ممنون لك بالخير وبكل سعادة بس لو هالشاب حاجة مميتة ما تيجنشبها مع بعض لا لا هذا كتابك يا قولياتك طيب أنا لا أريد لك الضرر لطف عليك دكتور عزمي طيب أنا حاضر أنا أجاوب على سؤالك أنت أخير أنت أخير شكرا ومعبك في الله دكتور عزمي شكرا لك شكرا لك صدقني وأعزوك لك عزة خاصة ونحن نعزك أيضا ونصلي لأجلك أخي زيتون ربنا يباركك هذا موجود في الكتاب أنا أجاوبك أنا أجاوبك شكرا سأعلق ويجاوبني دكتور عزمي شكرا 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 لك إلى اللقاء إلى اللقاء الرب معك سلام أولا هو طرح سؤالين السؤال أولاني أنه من اللي مات على الصليب نحن لا نؤمن أن الله يموت فالله أزلي وأبدي لا يتغير ولا يتبدل والله روح لكن عندما أتى إلينا الكلمة المتجسد التجسد هو زي ما قلت قبل كده اتحاد اتحاد ما بين اللهوت والنسوت نسوت كويس دون أن يغير اللهوت من النسوت ويؤثر النسوت على اللهوت كويس كطبيعة سيظل النسوت نسوت وسيظل اللهوت لهوت كويس عشان كده في حياة الرب يسوع مرة نلاقيه بياكل مرة بيتعب مرة نلاقيه نايم لكن في نفس الوقت مرة نلاقيه بينتهر البحر والريح مرة بنلاقيه بيقيم الموتى مرة بنلاقيه بيوقف نعش ويرجع الابن اللي مات لأمه مرة بنلاقيه بيخرج شياطين كويس فدي كلها ده 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 تجسد الاله عندما مات مات النسوت مات النسوت الله لا يموت انفصال الروح الانسانية عن الجسد الانساني والقيامة هي الرجوع هل اللهوت انفصل عن النسوت لم ينفصل ظل اللهوت متحد بالنسوت حتى في القبر لكن عندما قام المسيح ايضا قام بالجسد بجسد نوراني جسد جديد جسد شبه الجسد اللي احنا هناخده لما نقوم من بين الاموات كويس لكن هل الله يستطيع ان يأكل وينات هل المسيح عندما طلب انه يأكل هل معنى كده انه بس بقي روح لا قيامة المسيح هي قيامة جسدية المسيح قام بجسده لكن هذا الجسد هذا هذا الجسد له طبيعة شوية مختلفة عن الجسد اللي مات به هذا الجسد يستطيع ان يخترق الابواب هذا الجسد يستطيع ان يكون في اماكن مختلفة ده اللي قام بالمسيح السؤال الثاني هذه الايات تتبع المؤمنين اه تاريخ الجنيسة بيشهد عن حاجات كتيرة اخ زيتوني اقرأ سفر الاعمال اقرأ سفر الاعمال هتعرف انه اولا التلاميذ لما ارسلهم المسيح شافوا باسم المسيح واقاموا موتى واخرجوا شياطين لما ارسلهم في الارسلية الاولى وجم فرحنين ومهللين انه حتى شياطين تخضع لنا فاللي قالوا المسيح لهم اعملوا طب والكنيسة الاولى ايضا نفس الحكاية يا ما اخرجوا شياطين يا ما شفوا مرضى يا ما اقاموا موتى كويس لكن هل لو شاربوا سما مميتا هنا اقول لك اية مهمة جدا في كتيرة المؤدس لان كتيرة المؤدس بيتاخد كله على بعض في اية بتقول لا تجرب الرب الهك يعني مش لان انا مؤمن ان المسيح يعطينا نصرة على السم اذا شاربته اروح الشاب سم ده اسمها تجرب الرب الهك فلا تجرب الرب الهك لكن لو لو حصل في يوم الايام زي ما بوتروس بولس سوري وكان قاعد في سفر اعمال الرسل وحية خرجت ولا دعت رب لانه يريد انه بولس يستمر في حياته لم تؤثر فيه هل في مؤمنين على مدار تاريخ تاريخ اراد البشر بهم شرا والرب حوله للخير ايوة كتير كتير ده بوتروس حتى في سفر عمل الرسل لما شاف المفلوج قال له ايه ليس ليه فضة ولا ذهب ولكن الذي ليه فاياها اعطيك باسم الرب يسوع المسيح النصري قم وامشي ام ومشي ولا لا ام ومشي هل النهاردة فيه معجزات اه فيه معجزات فيه معجزات والرب ما زال بيشفي هل فيه مؤمنين بتصلي لاجل ناس مرضى وبيشفوا ايوة فيه لكن احنا كمؤمنين دايما بنقدم مشيئة الله ان كانت مشيئة الله هي ان يقوم فها يقوم ان كانت مشيئة الله ان يتمجد في الموقف بادي الشكل هيعلنه وهيقوم لكن لا تجرب الرب الهك دي اية مهمة جدا في كتاب هادس مش هروح انا لو شربت سيم النهاردة علشان اجرب الرب انا اروح المستشفى لان انا كسرت وصية الهية بتقول لا تجرب الرب الهك لكن لو جيت عندك البيت يا اخ زيتوني وحبيت تكرمني انا عارف ان انت مش هتكرمني بالطريقة دي بس انت لو حبيت تكرمني وحطت لي سم في الاكل ان كانت مشيئة الرابر ليا انه يتمجد في الموقف مش هحصل لحاجة مش هحصل لحاجة وانا مش عارف بس مش هحصل لحاجة لانو الرب يريد ان يتمجد في الموقف ده ده الفكر المسيحي ده الايمان المسيحي اشكرك اخونا زيتوني طيب نكمل مع بعض نكمل طب فيه مكلمة اخرى مين الو الو مساء الخير مساء نور اخو مهند والعام وانت بخير والمسيح قام حقا قام وظل تحية وظل محبة للأخ الكريم شكرا لك اسمح اسمح لي بهذه الكلمة اذا اردت عندك عندك مدخلة اخ اخ مهند ويجدد كيف يقام الاموات يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا كما وردت في كورنسوس الاولى 15 35 و44 شكرا لك اخ مهند اشكرك يا ده كورنسوس الاولى 15 من الايات المهمة جدا اللي بيكلم فيها بوليس الرسول عن قيامة المسيح كل سنة وحضرتك طيب وشكرا لك كامل مع بعض انه القبر الفارغ القبر زي ما قلت انه برهان قوي جدا على قيامة المسيح ولحد النهاردة لما بنروح نزور حتى قبر المسيح كما يطلق عليه احنا مش رحين نزور قبر المسيح احنا هنزور المكان اللي وضع في المسيح وقام كويس فنحن لا نزور جسد ميت وتوارى في التراب نحن نزور المكان بس اللي وضع في المسيح وقام أول ما نكتشف القبر كانت النساء هم النساء ولأن المجتمع لا يعتمد شهادة النساء فهذا يؤكد حقيقة قيامة المسيح وليس العكس لو التلاميذ هم اللي كانوا اخترعوا قيامة المسيح ما كانوش أبدا هيستخدموا نساء كأول شهادة أو أول شاهد على قيامة المسيح لأن المجتمع اليهودي ما كانش هيقبالها أجي لزهورات المسيح ولقاءاته المسيح المقام من بين أموات ظهر مرات ومرات ومرات وعندنا لستة طويلة بزهورات المسيح ظهور المسيح لمريم المجدلية ظهوره للنسوة ظهوره للتلميذة عمواس ظهوره لبوترس ظهوره ليعقوب ظهوره للتلاميذ بدون تومة ظهوره للتلاميذ مع تومة عند بحير التبرية ظهوره لخمسمائة أخ ظهوره ليعقوب وظهوره للتلاميذ قبل صعوده على قبل الصعود دي كلها ظهورات بتأكد لنا ولقاءات بتأكد لنا أن المسيح الذي مات هو نفسه المسيح الذي قام عشان كده رسول بوليس بيقول لنا إيه في كورنسوس الأولى 15 اللي كان بيقرى منها الأخ مهند بن شوية فأنني سلمت إليكم في الأول ما قبلت أنا أن المسيح مات من أجل خطيانا حسب الكتب وبرهان موته أنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وبرهان قيامته أنه ظهر وبيحط لنا لسة طويلة لزهرات المسيح طيب أجي إلى سؤال مهم تخيلوا لو التلاميذ قالوا أن المسيح ظهر لكن المسيح لم يقم من بين الأموات كيف يمكن أن نفسر زهرات المسيح إن لم يكن المسيح حقا قد قام يعني لو المسيح حقا لم يقم من بين الأموات إزاي نفسر زهراته إيه هي عدة الاحتمالات اللي موجودة اللي على أساسها ممكن نفسر زهرات المسيح لو لم يقم المسيح من بين الأموات أول احتمال أن تكون زهرات المسيح مجرد كذبة اخترعها التلاميذ لو لم يقم المسيح حقا من بين الأموات يبقى التلاميذ بيحلموا دول كذبين كويس لكن هل ممكن التلاميذ يكونوا اخترعوا كذبة ويموتوا من أجل كذبة دايما الإنسان شوفوا الإنسان اللي بيجذب بيبقى عنده سبب من اتنين ده بحسب اعتقادي الإنسان اللي بيجذب عنده سبب من اتنين يا إما بيجذب علشان يحصل على شيء يا إما بيجذب علشان خايف من شيء وعايز يتجنبه يعني لو أنا عايز أحصل على حاجة مش من حقي أحصل عليه ممكن أجذب هتجيب لي شهرة هتجيب لي مش عارفه يعني هكسب اخترع كذبة عشان هجني من وراها ما أكسب لكن كمان ممكن أجذب لأن أنا هتجنب شيء يعني أنا لو قلت الحق ممكن الحق دون يضرني فهتجنب هجذب علشان هتجنب الدرر يعني مثلا أنت خابط واحد بعربيتك وعارف أني أنت خبطه بعربيتك وتطلع من العربية وتجذب وتقول لا أنت اللي خبطتني مش أنا اللي خبطتك مع أنك أنت عارف بس أنك أنت مش عايز تدفع فبتتجنب أو بتتجنب المخالفة اللي عملتها طب تلاميذ المسيح كذبوا إيه من منادتهم بقيامة المسيح nothing طب تلاميذ المسيح تجنبوا إيه لم يستطيعوا أن يتجنبوا أي شيء بالعكس ده ماتوا وماتوا موتا شنيعا فانفعش أنهم يكونوا كذب فاحتمال الكذب احتمال غير وارد الاحتمال الثاني أن يكون ما حدث ليسوع هو مجرد إغماء زي ما قلت لكم موت ظاهري وليس موتا حققيا وده في مشكلات كثيرة جدا منطقية ونصية وعقلية وزهنية وتاريخية في مشكلات كثيرة لأن المسيح حقا قد مات والروماني تأكدوا واليهود تأكدوا والتلاميذ تأكدوا فهذا الاحتمال احتمال غير وارد الاحتمال الثالث أن يكون يوسف الرامي زي ما قلت نقل الجسد طب بعد فترة ضميره ما أنبهوش طيب بعد فترة ما اكتشفوش طيب ما حدش من عائلته قال ده يوسف ده معروف هناك مشاكل أخرى كثيرة جدا وبعدين إزاي إزاي المسيح يكون لسه في القبر وتتغير حياة المسيح التلاميذ بهذا الشكل بيس الاحتمال الرابع أن يكون موضوع القيامة مجرد هلواسة زي ما قلت لحضراتكم ما فيش هلواسة بتيجي الجماعة هلواسة دائما بتيجي الفارد أنلس أن يكون كل الجماعة واخده ترامدول لكن ما فيش هلواسة وبعدين اللي بتجي له هلواسة بيفوق منها وبعدين اللي بيجي له هلواسة الناس بتبقى عارفة أنه عنده هلواسة فما بتصدقش كلامه لكن إزاي الناس أمنت من خلال كلام التلاميذ ده بطرس في وعزته الأولى ربحة 3000 نفس ده يعني الاحتمال الأخير بقى وده المهم جدا الاحتمال الخامس أو الأخير أن تكون القيامة حقيقة تاريخية حدث تم فعلا في اليوم التالت من صلب يسوع المسيح وموته وده التفسير الوحيد المنطقي الذي يقبله العقل لمسألة زهورات المسيح بعد قيامته يعني لا يوجد تفسير عقلي واحد منطقي يفسر لنا تحول التلاميذ من حالة الخوف والاختفاء وإن الأبواب حتى مأفولة عليهم أفلنها من جوة إلى حال التلاميذ يعلنون أن يسوع قد قام من بين الأموات ويحتفلون بقيامة المسيح إن لم يكن المسيح حقا قد قام وجود وجود الأبر الفارغ ولقاء التلاميذ مع يسوع كفيلان بأن يجعل التلاميذ مقتنعين ومؤمنين وراسخين من كل قلبهم أن يسوع الذي دفن من ثلاثة يام هو نفس يسوع الذي ظهر لهم وقام من بين الأموات وعش كده ظلت قيامة المسيح وستظل قيامة المسيح هي حجر الأساس في الإيمان المسيحي بل هي حجر الأساس في المنادات بمن هو يسوع بمن هو يسوع يسوع ابن الله الكلمة المتجسد الله الظاهر في الجسد الذي بموته صنع لنا فداء وبقيامته نلنا التبرير وعلى أساس هذا لنا رجاء وحياة أبدية إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم